موسيقى مرحبا بكم في حديث النمسا حول قضايا اللجوء يستمر الشبان القادمين من سوريا إلى هنا النمسا في كفاحهم ضد نظام الأسد الذي اضطهدهم وقمعهم بالسجن والتعذيب والقتل والتهجير وليستمر السوريون في الداخل والخارج وعلى مدار 14 عاما في كفاحهم لنيل مطالب ثورتهم في الحرية والخلاص من نظام الأسد الوحشي والقمعي وليوم لدينا الناشط الشاب السوري عدنان الفرعين أهلا بك أهلا وسهلا فيك أستاذ الكريم بداية بشكر قناتكم الكريم على استضافة اليوم حتى أعبر عن رأيي شكرا لكم عدنان أنت اليوم للحديث أكثر عن تجربتك ماذا كنت تفعل في سوريا للتعبير عن رأيك وحقك السياسي تجاه نظام الحكم الاستبدادي هناك نعم تجربتك كانت في البدايات في الأشهر الأولى من اندلاع السوري بداية كانت في كتابات والرسومات على جدران المدارس وهي عبارة عن رسومات وكتابات بسيطة جدا مثال إرحل يا بشار جاك الدور يا دكتور طبعا هذا العمل قبل مع كمية من الخوف والهلع نتيجة القبضة الأمنية والاستبدادي القاتل للنظام السوري الوحشي نظامنا طبعا أستاذ الكريم نظامنا هو نظام مجرم وقاتل وكان حارمنا من أبسط الحقوق الشخصية والديمقراطية طبعا بداية أنا في سوريا شاركت وأسست للكثير ونسقت الكثير من المظاهرات السلمية مع جميع طياف الشعب السوري وكذلك وجهنا الكثير من العمليات القمعية من النظام القاتل في مناطقنا أنا طبعا من منطقة معصران الخضعة حاليا حتى قبضة النظام السوري والميليشيات الخارجي الأجنبي عدت لفترة أني اعتقلت وعذبت كثير كان أنا والكان العديد من أصدقائي اللي كانوا معي في الحراك طبعا إنت إذا نحكي عن الحق السياسي أو ما شبه ذلك فما لا يوجد عنه أي حق سياسي في سوريا نعم لم يكن هناك أي حق سياسي نعم في السؤال الثاني إذا هل ما زلت يا عدنان تمارس نشاطا يدعم حرية الشعب السوري بكل أطيافه هنا في النمسا أنت قلت أنه لم يكن هناك أي حق سياسي طبعا لم يكن هناك أي حق سياسي عن أي حق سياسي تتحدث ستازي الكريم نحن تحت حكم استمر إلى أكثر من أربع عقود حكم استبدادة يحكم بدون أي فرصة للشعب في التعبير عن أبسط الحقوق والأراء السياسية لا يوجد أي حق سياسي أو تعبير تحت حكم هذا النظام المجرم من أكبر مسؤول حتى أصغر مواطن طبعا أنا ملاحق أمنيا وعسكريا من قبل نظام السوري وهناك الكثير من البطاقات الملاحقة الأمنية الصادرة في حقي عن أي حق سياسي تتحدث إذ أنه بمجرد كتابات وشعارات من أطفال لا يتجاوز عمر 9 سنوات قبلت بالقتل والتعذيب والإخفاء القصري لا يوجد أي حق سياسي في سوريا أبدا 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 برعاية هذا النظام السوري المجرم وفي الشقة الثاني للسؤال هل ما زلت تمارس نشاطا يدعم حرية الشعب السوري بكل أطيافي هنا في النمسا؟ طبعا أستاذ الكريم عندما خرج الشعب السوري جميع أطيافه جميع أطياف السوري خرج في هذه المظاهرات وفي هذا الحراك قابل نظام السوري لهذه الحراك وهذا المظاهرات بالسجن والملاحقات والقتل باستخدام ميليشيات الطائفية والأجنبية مما دفعني ودفع الكثير من الشبان والكثير من جميع أطياف الشعب السوري إلى اللجوء إلى الدول الخارج أنا لجأت إلى دول الخارج وكان من رحلتي وفي طريق النمسا ومن هنا استمرت في عملية السياسة والنضالة بتأسيس الجالية السورية الحرة في النمسا طبعا نحن جمعية مرخصة قانونيا ومدعومة من جميع المعارضين في النمسا نعم أليت العمل؟ تنظيم المظاهرات السلمية التنسيق على أكبر مستوى تجميع شتات المعارضين هنا في النمسا تنظيم المظاهرات الإفراجة عن المعتقلين النضاد للشعب السوري جمع الناشطين المعارضين والمطلوبين أمنيا لهذا النظام ومستمرين في هذا العمل مستمرين عدنان أنت حكيت مني شوي بس أتمنى منك أنك تحكي لنا أكثر عن تجاربك مع النظام هل تم اعتقالك من قبل النظام في أثناء الثورة قيام الثورة وتواجدك في سوريا؟ طبعا طبعا أستاذ الكريم حيث اعتقلت أنا في عام 2014 لفترة قصيرة ومن ثم تم إخراجي بوساطة ودفع الكثير من المال واعتقل الكثير من أصدقائي وتم إخفاءهم قصريا وبعد فترة من زمن تم ظهير جسسهم بمقابر جماعي أنا شخصيا مهدد وملاحق أمنيا ولا أفكر في العودة إلى سوريا بوجود هذا النظام السوري القاتل ومع نهاية حديثنا لهذا اليوم نشكر لك حضورك والمعلومات التي قدمتها مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة على أمل اللقاء بكم قريبا في قضايا لجوء أخرى ومع ناشطين آخرين إلى ذلك الوقت نترككم بحفظ الله ورعايته اهدمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة